السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مطبخ انتسار أمريم اليوم سنقدم لكم برايوات باللوز كي يجيوا رائعين ومعلكين ومقرمشين نتمنى تجربوا هذه البرايوات ونخليكم مع المقاضية نحتاج نصف كيلو اللوز تقسيموا على الجوج 250 غ تحانتها تحانتها مع 5-40 غ تحانتها تحانتها مع 5-70 غ ثم حصلت على عجين تحانتها مع 5-80 غ و 250 أخرى اللي بقتلية قليسها في الزيت ونشسها في بابي كويسو وطحنت سمعة 75-70 جرام ديال السنيدة اخرى فحصلت على هذه العقدة هذه عندي جوج معالق ديال المزهر عندي ممسكة حرة مدقوقة مع السنيدة يعني هل ناخد دراس معالقة صغيرة ديال الممسكة حرة شوية مش بزاف ولا نتحنوها مع السنيدة عندي معالقة صغيرة ديال القرفة وعندي تلاسات المقرد كبار ديال الحليب نيسلي وتلاسات المقرد و هده هو السر برايوات Apel نوضح بيا wow سوف نحتاج الورقة انا اخذت الورقة البوخار التي تكون مزيانة هي التي تعجبني باستخدام البرايوات سوف نحصل بها على نتيجة التي تكون مزيانة ورقة البوخار التي لم يتوفرها ممكن تستعمل الورقة العادية اغيره تأخذ نوع جيد ومزيان لا تكون قديمة باستخدام البرايوات سوف نحتاج الورقة والزيت لكي نقلي هذه البرايوات سوف نضيف الطريقة بالنسبة للطريقة سوف نأخذ اللوز هذا هو اللوز التي تغير سلقناه وتحناه سوف نضيفه عليه اللوز الذي قليناه وتحناه سوف نضيفه سوف نحاول نخلطه بجوج لكي ندامجه لنا لا أعجبني سوف نسلق اللوز نضيفه في البرايوات سوف نضيفه 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 الزبدة سوف نضيفه سوف نقسم الحليب لأن الحليب يكون جيدا لنقسم الحليب لكي لا يأتي برايوات جيدا ونضيف الحليب ونحاول نخلط العجيم جيدا ونقسم الحليب لكي لا يأتي برايوات جيدا نحاول نخلط العجيم جيدا لكي نضيف العناصر هذه العقدة جاهزة فإننا سنتقوم بها نضيفها كويلاً صغر سوف يكونوا قياس متساوي نحاول نضيفها في نص العبار ونحاول نضيفها في نص عبار لا يكون من الوصف كبار لأن البرايوات تعللوا لا يريد أن يكونوا كبار وبيلاً صغار لأن هذه العبار سوف نكمل العقدة جاهزة موسيقى موسيقى نستمر بنصف طريقة تنكمل الكيمية التي لديها العقدة ونطلقها ونشكلها البريوات كيف تشوفها كيف تشوفها معادة كورت العقدة كل هادئتي فحصلت عدد الكيمية كيف تشوفها الكويرات مكبرش بزيف موسيقى ونسلحها بها ونقضي 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 سوف نكمل الورقة كاملة نحاول نفح البلاسيك سوف نخدم البريوات نضع أمام بمجرد سوف نخدم البريوات سوف نخدم البريوات بعد أن تكون قليلا سوف نخدم البريوات كما ترسس هذا القياس وانهما ق本اء شكلوا البريوات ومن ثمة نقطة زيت اضغطي الزبدة اضغطي الزبدة لا نصدر برايوات لأي اي مالسيسا لا نعمل بالزبدة لان زبدة يحتوي على نسبة عمال لن نعطي اقوم بشغر في البرايوات الزبدة اخذت الشعرية خلق الجهة الحرشة هي التي تكون فيها والرطبة هي التي تكون من تحت نسلح الشعرية نحاول ندهنه بشوية ندهنه بشوية نأخذ الغن طوية ونضع طوية الأولى بشكل هذا نضع الكرة العقدة ونلفه عليها بشكل هذا نحاول نضغطه بشوية بدينا نلفه هكا ونعطيه شكل متلت نحاول نبسطه هكا بدينا لأن البرايوات تعلوز لا يريد أن يأتيوا من فوقين ونلفه ونزيره الورقة ونعمره الوقناس ونضغطه بشوية بهذا الشكل نحاول ندهنه بشوية ندهنه بشوية ندهنه بشوية ونقطعنا هذه شوية غريضا كيف تشوفه أنا حصلت على شكل برايوة لا نسو ما كيف تشيره لا تكون من فوقها كي قلت لكم كيف تكون بسطة وبهذا الشكل هذا وبطريقة سائلة نحصل على برايوات كيف تكون الداد ومعلكين نسو طريقة ندهنه الورقة الجهة الحرشة ديما من الفوق والجهة الملسكة تكون من السحت نطويه هنا واحد طوية على شكل متلت نحطه لعقداتنا ونضغطه نحن نطويه ونحن نطويه ونخذه ونحاولو ديما نزير الورقة ديما العقدة نحاول نعمر بها حسر القناة من خليهم باش ميجيونيش خاوين ونحاولو القناة نسدوهم باش مليين نبغون نقليوا هاد البرايوات ديوننا ما سخرش لنا العقدة منهم سوف نخذ مقص ونقطع الحاشين شوية قاسحة سوف ندخلها هاكا وهي البرايوات ديوننا لا تأتي كبيرة ولا تأتي كبيرة ولا تأتي متولة في القيز ديالها حول الورقة تنحز الورقة لا تريد تريد النجاج الحرشة اخطر القيز كبيرة سوف ندهان بالزيد نطويه ونطويه من هنا نضع العقدة سوف نطويه بطريقة سهلة و مبسطة سوف نحصل على نتيجة رائعة نشد من القناة من هنا نضع بهذا الشكل و انتم تعمروا في القناة نفضل لصقه ديما نضع البريوات بالمود دقيق لصقهم البيض فأنا لم تتعجبني فكرة البيض يعتقد سفورية في البريوات و يتلقى رغوة في الزيت فلا نتوقع نشوفه رائعة البريوات و هم وش تعبوا و لا تعبوا نقص هذا لانا قصاحة العجينة من هنا سافي سوف نستمر بنصف طريقة سوف نكمل البريوات كيف تشوفوا معي هذه البريوات التي كملتهم سوف نقص سوف ندوزوا باش نقليوهم سوف نقص سوف نقص عليها العافية لا يجب العافية سوف نقص سوف نقص بشكل سوف نقص سوف نقص بشكل نقص نقص سوف نقص 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 كيف تشاهدون معي هذه البريوات سافية التي يتحمرون أعطيتهم الوقت سأخذوا وقتهم في الطياب على العافية التي ينهي لها كيف نحصل الى نتيجة التي ينزيعنا سوف نهزرهم بسبب هذه البريوات يتحمرون سوف يتسقطرون قليلاً سوف نضيفهم في العسل سوف نضيفهم في العسل العسل الذي يكون بارد سوف نضيفهم سوف يبقى سقير تريد استخدارها كيف تشاهدون لا تتحلون برائوات لان الطريقة تصدوهم لا تخرج من الدخول مستحيل لمرة اقسم نمازل لكن لها من الوقت لا تخرج الصور أي شئ لا تقديم المقادر لنضيفك من المقادر وضربتم مجهود لتجب أن يكون نتيجة مجهود لتضيع المقادر و اضع المجهود و اضع نتيجة مجهود من المساعدة بحث بها الورق يحتاج إلى الوقس في القليان لنحصل على اللون مذهب نصبروا معه ولكن نتيجة في الأخير تكون رائعة تكون ولداد وبنان ومقرمشين يبقى واحد مدة طويلة فكي حافظوا على القرمشة ساعمة كي الورقة ساعمة تلوى موالو كيف شمعي لأني خدمتهم بالزيس ماشي بالزبدة اللي درسوهم بالزبدة ما كي اخذوش واحد مدة طويلة عندكم وما كسبقش فيهم القرمشة مني كتتسعدت هكا كتسحسوا بالورقة لاوية ماشي ما كي بقوش مقرمشين وواحد نصيحة أخرى بالنسبة لهذه البرايوات فانا كنديرهم في مجمد كي بقوعدين مدة 3 شهر ولا 4 شهر ما كي خسروش من اللي كنجبدهم كيف كنحطهم كي يتلقوا منتج وكأن الله كيم سيباهم كي بقو مقرمشين ومقادين بالنسبة له كمية كبيرة ومار كمية قليلة كنظر ما كيلاج ديروها في مجمد حلانا ندرس هنا غير مسكيلو دياللوز فانا عم نستعملها في هذا الشهر من شاء الله ديالغمدان ما يدخل علينا وليكم الصحة والسلامة كنحاولو نخلي وهم هاكا في العسل كنحاولو نخلي وهم هاكا في العسل ومن بعد كان ينسوا ما كيف يجي ويجي ورائعين ومن بعد كان سقطرهم وكان ستفون في شبوطة ديالتنا سوف نكمل بنفس طريقة ومن شاء الله نكمل الكيمية التي لديها كاملة نطلقها معكم بشكل نهائي للبرايوات كيف تشوفوا معي هذا وشك النهائي للبرايوات كيف يأتي في المنظر ولا في الماضاق كنت مننا البرايوات أدو يعجبوكم لأنهم يأتيوا رائعين كي يأتيوا مع الكيم ومقرمشين وإلى عجبتكم الوصفة ساعية لا تنسوش بخطة جوا مع الأصدقاء اضغطوا ليك وتندموا القناة بجديمة وصلوب الجديد اشتركوا في القناة